تساعد أذربيجان اليوم لإصدافة نهائي الدوري الأوروبي على أرضها عندما يلتقي أرسنل مع تشلسي في مواجهة إنجليزية خالصة على الأستاذ الأولومبي في باكو رح نحكي أكثر عن هذه المنافسة مع كابتن مهند محدين مرحبا كابتن بنشتيد أهلا وسهلا روز صباح الخير مجددا لكل المتابعين نحكي عن أرسنل وعن تشلسي وعن الدوري الأوروبي نعم بداية لابد أن نقول أنه الأيام الحالية والقادمة يوم السبت القادم في عنا نهائيات سواء دوري الأوروبي الليلة ومنحكي تفاصيلها الآن ويوم السبت القادم نهائي شامبينز ليغ دوري أبطال أوروبا بين ليفر بول وتوتنهام طبعا الدوري الأوروبي أيضا يجمع فرقين إنجليزيين رح يكون بين تشلسي وعرسنل وعن نشوف إحنا سواء كان في الدوري الأوروبي أو في شامبينز ليغ هي فرق إنجليزية وسبب في ذلك أنه أندي الإنجليزية بدأ تحويذين كابتن نعم نعم الأندي الإنجليزية يعني هناك أسباب كثيرة مش سبب واحد نجوم محترفين أيضا وجود مدربين محترفين أجانب موجودين في الدورة الإنجليزية رفعوا من سوية وطريقة عمل أندي الإنجليزية مثل إغوارديولا وأيضا يورغن كلوب طب كابتن يعني هم هدول المدربين اللي مش أساسا بريطانيين لما إجوا غيروا شكل الكرة البريطانية غيروا التكنيك أو الشكل اللي كان تكتيك اللعب تكتيك اللعب دائما كان معروف عن الكرة الإنجليزية اللعب الطويل والاعتماد على البنية الجسمانية القوية يعني بتمين أنها طف قوية اللعبة الآن بدأ فيها سرعة أكثر وأيضا هناك تكتيك اختلف برؤية مدربين طريقة ألمانية حتى جوارديولا طريقة المانشستر سيتي عم نشوف الاستحواذ العالي نفس طريقة برشلونة وأي فريق عم بروح بدربه لكن خلينا نروح على المباراة اليوم المهمة ولا تقل الأهمية عن دوري أبطال أوروبا لعدة أسباب رح نشرحها بداية أرسنال تشيلسي الليلة رح تكون الساعة عشرة في مدينة في العاصمة الأذربيجانية باكو ولماذا اختارها باكو تم اختيارها قبل سنتين من قبل الاتحاد الأوروبي دون أن يعلم من سيكون طرفي النهائي السبب في ذلك أنه أيضا باكو هي ضمن دولة من 12 دولة عم تلعب فيها أو ستلعب فيها نهائيات أمم أوروبا كأس الأمم الأوروبية اللي شرحناها قبل الفترة بتذكر حكينا أنه رح نلف العالم بهذه المباركة نعم منها باكو هذا الاستاذ الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج طبعا فيه له تأثير نوعا ما على أرسنال وعلى تشيلسي الجماهير الإنجليزية كون المسافة بعيدة بالنسبة لهم للسفر 8 ألاف كيلو ذهبا وإيابا حجز التذاكر طيران الجماهير عبر البلوغات والمواقع التواصل الاجتماعي ضجت شوي من موضوع السفر نعم ولكن هذا قرار اتحاد أوروبي ويحترمه الجميع أيضا أرسنال على مستوى اللاعبين سيفتقد لمختاريان اللاعب الأرمني المهم في تشكلة الأرسنال وذلك بسبب دوافع أمنية بسبب الخلاف السياسي ما بين أوروبيجان وأرمينيا هذا يعني شوف كيف تأثيره على بعض اللاعبين أرسنال لازم تدخل السياسة بالرياضة بستحيل السياسة ومع إنه دائما اتحاد الدولي الفيفا السياسة يجب على تدخل وهي تتدخل شئنا أم أبين نعم إذن بدنا نشوف إحنا بالنسبة للألقاب الشلسي أول شيء الإنجليزي هو أكثر ألقابا في المصابقات القرية ولكن دعونا نشوف عن نعمة مقارنة بين المدربين أوناي أميري الذي 47 عام الذي استلم أرسنال بعد عهد أرسنال الآن خامس الترتيب الآن في اليوروباليغ سيلعب في الدور الأوروبي للموسم القادم ذهب من دور أبطال أوروبا الآن بطل هذه المصابقة يلعب في دور أبطال أوروبا وبالتالي يريد أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد تركيزه يخسر في الدوري الإنجليزي خامس دوري الإنجليزي تأهل إلى الدوري الأوروبي للسنة القادمة لكن يريد إرجاع أيضا الثقة بأرسنال وهو الخبير في هذه البطولة حاصل فيها مع أشبيليا على ثلاث ألقاب 2014، 2015، 2016 وإذا حصل على هذا اللقب سيصبح المدرب الأكثر تتويجا باللقب يريدها مع أرسنال المدرب هذا أناي من إسباني نعم إسباني نذهب لماوريسيو ساري لعمره 60 عام ونركز لماذا عمره 60 عام إذا حصل على هذه البطولة بعد قليل سنة أتكلم أكثر عن الموضوع سيكون الأكبر عمرا المدرب الأكبر عمرا اللي حصل على هذه البطولة وهي البطولة القرية الأولى بالنسبة لساري الذي كان يدرب نابولي سابقا تشيلسي الآن وضع أريح من أرسنال ترتيبه الثالث متأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم لكن إدارة تشيلسي سواء فاز باللقب أم لم يفوز هناك شكوك كبيرة حول بقاءه مع تشيلسي بس أنا أقول لأنه عمره بال60 فأتمنى أنه يأخذها عشان يحقق هذا اللقب أنا مع تشيلسي طيب نشوف اللاعبين الآن أبرز اللاعبين في أرسنال أمريك أوباميونغ الغابوني عمره 29 عام تسجل 8 أهداف وهو بشكل مع غازت الفرنسي ثنائي سجلوا تقريبا 13 هداف وعملوا 5 أسست لتمريرات مساعدة تسجلوا فيها هداف عم بعملوا ثنائي كبير ولكن تشكيلة أرسنال مشكلتهم بالدفاع أكثر عم بحاول لناي أمري يعيد التشكيل في كل مرة بلعب فيها سواء في دوري الإنجليزي أو في دوري الأوروبي حتى لكن هجوميا هم أفضل من تشيلسي وأفضل من توتنهام اللي هم الثالث ورابع الدوري أفضل منهم هجوميا ولكن بتسجل فيهم أهداف 51 هداف تم تسجيلها في الناحية المقابلة أوليفي جيرو الفرنسي نحكيها باللهجة الفرنسية جيرو سجل هو هداف هذه البطولة لغاية الآن عشر أهداف وعمل أربعة مرارات حاسمة وهناك مع حازرد مع ويليان مع جورجينيو مارك ألونسو ديفيد لويز لعبين قادرين على الحصول على هذه البطولة هلأ في شيء مهم حصلوا على بطولة اليوروباليك في 2013 موسم 2012-2013 الآن نحن في 2019 خلال هذه الفترة لم يلعبوا الدور الأوروبي لعبوا بدور أبطال أوروبا وبالتالي هم أخذوا اللقب البطولة 2012-2013 وبعدين قطعوا عنها لأنهم ما شاركوا فيها سبب شاركوا بدور أبطال أوروبا الآن شاركوا مرة أخرى وهذا شيء مهم إذا حصلوا عليها سيصبحوا 17 مباراة دون خسارة في هذه البطولة تحديدا هلن يجي للعمر الآن ساري 60 عام يتطلع لأنه يصبح أكبر مدرب يحقق هذه الطموحات نعم الطموحات اليوم نعم 17 مباراة تشيلسي دون خسارة في البطولة في حال أيضا فاز في مباراة اليوم نأخذ البطولة الماضية نجمعها مع البطولة الحالية يعمل رقم قياسي ريكورد بالنسبة بالنسبة لهم نعم بالنسبة لأرسنل يبحث عن أول ألقابه في البطولة البطولة الوحيدة القارية التي حصل عليها هي كأس الكؤوس الأوروبية أمام بارما عام 93-94 بينما تشيلسي حصل على تقريبا خمس ألقاب من ثمان نهائيات خاضها في الألقاب القارية وبالتالي أيضا بدأ نحكي كمان هذه بطولة مواجهة إنجليزية كيف يتعامل تشيلسي مع المواجهات الإنجليزية لمين الغلب إلا أرسنل إلا تشيلسي لا تشيلسي تشيلسي في 17 مواجهة إنجليزية فاز في 13 منها نعم نعم أوليفي جيرو اللعب مهاجم تشيلسي يطلع الانفراد بصدارة الهدافين برصيد 10 هدافين يطلع إلى التسجيل في هذه المباراة بينما لأرسنل سألت السؤال لمين الغلبة صفر ولا انتصار لأرسنل أمام الفرق الإنجليزية في المواجهات القارية وبالتالي الغلبة الآن لتشيلسي على أرسنل مع غياب أفوا مختريان أيضا طموحات لتشيلسي وخوف على بقاء المدرب من عدمه أرسنل يريد الفوز للعودة إلى دور الأبطال وطموحات تختلف بين تشيلسي وأرسنل يعني مباراة نتوقعها تكون قوية قوية جدا نعم بس والله يا كابتن مع كل النتائج اللي صارت بكل الأحداث الرياضية السابقة عادي أنه أرسنل يفوز لأنه كل الأشياء التي حضرناها كانت مختلفة عن كل توقعاتنا نحن كنا نيجي ونكون متأكدين أنه هذا الفريق رح يفوز أو هذا الفريق رح يكون له أفضلية ولكن تفاجأنا الهدفين موجودين بكل الفريقين هازرد آخر موسم له مع تشيلسي قبل الذهاب إلى ريال مدريد بده يعمل وداعية نعم نعم وأوبام يونغ أيضا هدف وهناك هدفين وأيضا لاعبين يريدون التعويض يعني لماذا حكينا الأهداف والحافز لكل نادي على الآخر في لعيب عندها أهداف في مدربين عندها أهداف وفي أيضا طموح للجماهير لن يقبل الفريقين أنهم يفعدوا عن هذه البطولة عموما نتأج اليوم ساعة عشر نشكرك كابتن ويعطيك ألف عافية الله يعافيك يا رب شكرا جميع